معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك السيد عماد أب شناز أهلا بك سيد عماد معنا على سكاي نيوز عربية سيد عماد تأكيدات كثيرة هذه المرة ليس من الجانب الإيراني أو حتى من المشاركين الآخرين من الجانب الإسرائيلي يعني ومع هذا العداء الكبير مع إيران نرى تأكيدات هل نحن قاب قوسين أو أدنى من رؤيته هذا الاتفاق باعتقادك تحياتي لك ولي المشاهدين الآزاء في الواقع يعني مسودة الاتفاق أو نص الاتفاق موجودة على الطاولة يعني هي حاضرة فقط لربما استطيع أن نقول لك أن القرار النهائي بالتوقيع على هذه المسودة يجب أن ننتظر كي نرى إذا ما كان يمكن للأطراف وهنا عندما أتكلم عن الأطراف هي إيران والولايات المتحدة وبالتحديد الولايات المتحدة إذا ما أردنا أن نقول أن تتخذ القرار الجريء بالتوقيع على هذا النص الموجود على الطاولة هذا النص أنا أؤكد لك هو بعيد يعني حسب ما أعلمه وسمعته من أفراد مطلعين في المفاوضات بعيد بشكل كبير جدا عما نشرته رويتر الذي نشرته رويتر هو حتى ليس قريبا من هذا النص هو مختلف كثيرا ولكنه موجود على الطاولة المشكلة اليوم في الواقع تكمن في أن الجانب الأمريكي ما زال يتردد في اتخاذ القرار للتوقيع على هذا الاتفاق وهناك بعض المواضيع الذي يريد أن يعني إذا ما أردنا أن نقول يريد من الإيران قبولها تحت الطاولة وليس على الطاولة أو التوقيع عليها بشكل رسمي وإيران ترفض أن تتسلم هذه العروض تحت الطاولة تريد كل شيء على الطاولة بشكل مكشوف طيب لكن سيد عماد إيران دائما ما قالت نريد رفع كامل العقوبات هذا لن يتحقق وإذا كانت الإرهاصات الأولى لما تم الإعلان عنها بعض وكالات الأنباء مثل رويترز قالت أنه ستكون بالتدريج لكنها لن تشمل كل العقوبات ألا ترى أن الوفد الإيراني تنازل عن جزء كبير من مطالبه الأولية ويعني أخذ هذا السقف ينخفض دعني أوضح هذا الموضوع لربما هناك التباس في هذا الموضوع أولا عندما نتكلم عن كل العقوبات هناك عقوبات من قبل الاتفاق النووي وليست مرتبطة بالاتفاق النووي وهناك عقوبات بعد الاتفاق النووي ومرتبطة بالاتفاق النووي عندما الإيراني يتكلم عن ضرورة رفع كل العقوبات العقوبات حسب نص الاتفاق النووي عام 2015 وهنا عندما نتكلم أيضا عن عقوبات عام 2015 وحسب الوثيقة الموقع أو الاتفاق النووي هناك بعض العقوبات التي يجب أن ترفع من قبل الولايات المتحدة هناك بعض العقوبات التي يجب أن تعلق أو تغض الولايات المتحدة النظر عن تنفيذ هذه العقوبات الولايات المتحدة الآن ملزمة حسب هذا الاتفاق الجديد بتنفيذ الاتفاق النووي حسب نصوصه وهناك اتفاقات تم قام ترامب بوضعها لعرقلة الاتفاق النووي هذه العقوبات سوف ترفع يعني هناك عقوبات سوف ترفع عقوبات سوف تعلق عقوبات سوف يتم غض النظر عن تنفيذها إذا ما أردنا أن نقول وليس رفق كل العقوبات هذا إذا ما كنا نريده بالتأكيد يجب تغيير الاتفاق النووي بالرمتع اتفاق عام 2015 هذا تنفيذ هذا البند هذا الموضوع الولايات المتحدة تقول أنا أحتاج إلى ستة أشهر إيران أعطتها تقول لا شهرين فقط إيران أعطت جدول زمني في هذه المفاوضات لتنفيذ تعهداتها تنفيذ التعهدات الإيرانية سوف يبدأ بعد شهرين تصور هم يجادلون على هذه المدة ولكن بعد رفع العقوبات الأمريكية والتأكد منها إيران سوف تبدأ وفق لجدول زمني تنفيذ تعهداتها ولكن خلال هذه الفترة لكي تبدأ إيران حص نيتها سوف توقف تخصيب اليورانيوم عما يزيد الخمسة بالمئة تجمد إذا ما أردنا أن نقول تخصيب اليورانيوم ولكن يعني لا يتم تفكيك أجهزة الطارد المركزي لا يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران فقط سوف يتم تجميد تخصيب اليورانيوم بالنسبة أكثر من خمسة بالمئة حتى تقوم الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها بعدها تبدأ إيران شكرا لك رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيكس سيد عماد أبشناز شكرا جزيلا لك